تعليقك إيه بقى من وجهة نظرك إنتي لأن أنا أنا تكلمت مع خالد وعرفت وجهة نظره ويمكن كانت واضحة لكل المشاهدين فكان لازم نسألك عن وجهة هيكت سنة مريرة حقيقة من أمر السنين اللي عديت عليها في حياتي بس وي جود ناو يعني أنا بتحيلي مش حابة أفتح الموضوع ده قوي دلوقتي أنا بحب خالد جداً وهو عارف أنا بحب وديه بحبه قوي أنا عرفت خالد قبل خيرية وأنا اللي عرفت خالد يعني عرفت خالد بخيرية كنا في صور مالشيخ وتقابلنا كلنا وكده كنت أنا مسافرة مع خيرية قريدي وتعرفت عليه هناك وأنا عرف خالد من قبل ما عرف محمد جوزي إنو إحنا عيال يعني فكانت تطلع أغنية مثلاً فكلمه في طريفون أقول له ما تغني الأغنية زي هو في قويت وبتاع خالد أحبه حب يعني مش محتاج كلام فأنا معديش مشكلة إن هو يقول أي حاجة وقتها هو قال لي فأقلت له أنا كده كده بحبك وده أنت عايزه فأنا تمام إيه بقى الحواديد هي عدت يعني أنا مش حابة إن أنا أخوت فيها بس هي الفكرة إنو كل واحد شايف نفسه زي ما هو عيز طبعاً السيناريو ما كانش بالطريقة دي بس طب إنتي كان إيه اللي زعلك بما إنك بتقولي مثلاً خالد أخ كان إيه الموضوع اللي خلاكي تتضايقي قوي اللي أثر فيك إن إحنا إن إحنا ما نكلمش بعض بس لكن 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 الناس لما قالت إحنا في لوحة واحدة نقطعهم أوكي فول ستوب لكن لما بتبقي رايحة شغل بيزنس يعني بتتكلمي في حقك طبعاً عليك أنت سامر رايحة تمدي حاجة أنا عايزة واحد اتنين تلاتة بتفصلي المشاعر عشان أنت بتعملي بيزنس وشايف نفسك في مكان معين لما القائمين على العمل في قديهم يقول لك أو لا لما تقال طب إحنا كذا طبعاً طبعاً ولو أنا أعرف من الأول لأنه معلومة إنه خالد من رشح نديه ما كانتش عندي لو أنا أعرف حتى إفردي أنا رشحت مثلاً محمد رمضان لحاجة وإحنا عادي كده دفيه مستدفى لا ده مثلاً يعني أنا يعني دي حاجة إحنا كنانا بنعملها بس مش حق يعني فهمة مش حقولها يعني بس أقس أقول إنه لو أنا مثلاً عارفة إن ده مسلسل خالد سليم I will support him to the end يعني لإني بحبه يعني هو عارف أنا بحبه قديه فبالعكس أنا أتمنى له إنه هو يبقى أكبر حاجة في الدنيا ويبقى نجم مصر الأول لإنه بس أنا بحب خالد المغني كمان قوي إنتي شايفة إن اسمك ممكن يبيع أكتر من خالد سليم؟ حبوسي هو أنا مش شايفة علشان بس إنتي طرحتي بقى سؤال مهمة قوي بيحلو قوي ده يعني إيه بيبيع؟ يعني إيه بيبيع؟ يعني إيه أنا لازم أجيب حد يجيب دخل يعني إيه أنا لازم أجيب حد يجيب دخل هو أصلاً الناس دي بقيت تجيب دخل إزاي؟ تتموضع شائق جداً إزاي بقى؟ إنتي بسم الله الرحمن الرحيم في سيناريو في مؤلف كتب سيناريو فكرة وسيناريو فيلم أو 30 حلقة جابوا مخرج قعد دي فلانة ده فلان هنا كذا كاستنج إذن الفكرة ابتدت بدا طيب إنتي جيبتي ناس محدش عارفها بس السيناريو رائع والمخرج رائع وأدواتي كلها موجودة بقوا منجوم بس يعني إيه بيبيع؟ أي حد ممكن يبيع لو هو عنده جودة إنتي النهاردة بتروحي تشتري منتج بتروحي السوبر ماركت بتشوفي مثلاً إنتي وغدا على إنك تشربي اللبن ده بتروحي تشوفي لبن والله شكله لطيف هتدقي طعمه حلو خلاص جبتيه فهم الفكرة مفيش أنا بتفرج على ناتفليكس على ناس أنا معرفاش وبتقعدني بعض أتفرج على 13 حلقة وبين 3 أورز عاملة كده مش مصدقة جماله This is my opinion أنا مش مقتنع إن فيه حاجة اسمها فلان بيبيع أنا مقتنعة إنه البرودكت على بعضه هو اللي بيبيع سيناريو حلو مخرج ناس بتمثل حلو صورة حلوة إذن ده برودكت بيبيع اشتركوا في القناة